نظم عدد من عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب وأعرب المتظاهرون عن تمنياتهم بأن تقدم لهم مصر يد العون بالتوسط للإفراج عن ذويهم نظرا لما تتمتع به مصر من ثقة الإقليمية ودولية بشأن جهود الوساطات والتي كللت مؤخرا بالإفراج عن امرأتين مسنتين كانتها قيد الاحتجاز في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر